تنية استجابت الحكومة التركية المناشدات شعبية تقضي بفتح معبر باب السلام الحدودي أمام السوريين المقيمين في تركيا لقضاء عطلة العيد في سوريا بإجازة قصيرة حيث أبلغت إدارة المعبر موافقتها بعد برقيات أرسلها الجانب السوري لوالي المعبر لتلافي مرور الزائرين من مناطق سيطرة الوحدات الكردية في عفرين بعد قرار فتح معبر باب الهوى قبل أسبوع وتقرر فتح المعبر يوم الثلاثاء القادم المصادف للثالث عشر من شهر يونيو ليبقى المعبر مفتوحا حتى عشرة أيام أمام الوافدين إلى سوريا الحمد لله بعد جهود جميع الإخوة من الجبهة الشامية وباقي الفعاليات تم افتتاح معبر باب السلام بمناسبة عيد الفطر السعيد وإن شاء الله سوف يبدأ الدخول إلى سوريا بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 13-6-2017 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 23-6-2017 أي مدة الدخول عشرة أيام ستبدأ يوم الثلاثاء 13 وتنتهي يوم الجمعة 23-6 يستطيع أي سوري حامل لبطاقة الكيملك التركية المؤقتة أن يستفيد من هذه الإجازة بالإضافة لحاملي الإقامة السياحية شريطة وجود ختم لدخول الأراضي التركية على جواز السفر بالإضافة أيضا لأي سوري حاصل على الجنسية التركية يسمح للأخوة السوريين الموجودين في تركيا الذهاب إلى سوريا خلال زيارات العيد على أن يحمل معه بطاقة آفات مؤقتة أو هوية آفات أو جواز السفر طبعا جواز السفر يجب أن يكون ممهور بختم دخول من الجانب التركي دخول الأراضي التركية فأثناء العودة يختم بمهر خروج باتجاه الأراضي السورية بعوتوا للمرة الثانية أن يختموا ختم دخول هاي أول شرط اثنين أيضا السوريين الذين يحملون جنسية سورية الأشخاص السوريين الذين يحملون جنسية تركية عفوا يحق لهم أيضا الذهاب إلى زيارات العيد بشرط يكون معهم وثيقة سورية هوية جواز السفر أي شيء يعني بس ولو كان يحمل جنسية سورية تركية بدأت إدارة معبر باب السلام الحدودي بالتجهيزات لاستقبال الوافدين من تركيا وذلك عبر باصات النقل المجانية التي ستقل المسافرين من الجانب التركي للأراضي السورية وسط تجديد أمني في المنطقة ارتياح كبير يشعر به السوريين المقيمين في تركيا بفتح معبر باب السلام أمامهم لزيارة أهلهم ومنازلهم بإجازة العيد بعد تحريرها ضمن عمليات درع الفرات وذلك لتجنب المرور من مناطق قوات سوريا الديمقراطية خالد أبو المجلي أوريانت نيوز من معبر باب السلام الحدودي ريف حلب الشمالي